بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم منتبعي قناة شيف ام ادم سعيد مرحبا بكم في فيديو جديد في اطار حلويات العيد اليوم ان شاء الله نقدم لكم تشكيلة من حلويات العيد رائعة جميلة سريعة تحضير و بدون فرن يعني غير مكلفة كذلك اه كنتمنى انها اتنى الاعجاب ديالكم اه ونمروا كما العادة باش نتعرفوا عن المكونات وعلى الطريقة ديال التحضير بالنسبة المكونات هنا ايا غادي نحتاج الكوك او الجوز الهند وغنحتاج الحليب المركز المحلة غنحتاج تقريبا اه لهاد العلبة هدي ديال الحليب المركز المحلة وغادي نحتاجو الميتين وخمسين جرام ديال جوز الهند او لديال الكوك كان نفرغ المحتوى ديال العلبة ديال الحليب المركز المحلة كله كما شتورة كين الصغير وكين الكبير هذا هو الكبر من 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 الصغير اه في الصراحة معرفش قريبا اش حال فيه من قرام المهم تمرة عرف شو البوطة هناك نستعملو بالكامل اللي بغا تدير نصف الكمية تستعمل نصف الكمية اللي كمية دي كتخرجين الصراحة كمية وفيرة منها من الحلوة فاللي بغا تقتاصد او اللي بغا تستعمل نصف الكمية فقط يمكن لها اه تدير نصف العلبة او تدير كذلك مية وخمسة وعشر جرام ديال الكوك او لجوز الهند هنا كما شتو غا تنضيف جوز الهند بشوية بشوية وانا كنخلط اه منضلوش فدقة واحدة فقط يعني كنهز بشوية بشوية وكنخلط باش كي يجيني للخاليط متجانس وكي تجانس لي مع الحاليب المركز المحلة كما كتلاحظو دائما كنضيف جوز الهند وكنقوم بالتخليط ان شاء الله اللي غادي تخلط لي العجينة كلها غادي نمرو باش غادي نحضرو منها الحلوة كم مشتو هنا بعد ما كملت غادي نحضرو بها الحلوة هانا الاخت ديالي هي اللي كتساعدني غادي ننخضو ونحضرو بها كويرات بهات الشكل هادا وغادي يعني غا نصوب بها شكيلات ما غاديش نكتافي فقط بشكل واحد غا ننوع بها شكيلات باش هكا كي يجيني واحد بلاطو اللي هو مميز وكيكون يعني مخلط بشكيلات من بعد ما دلت الكويرات او الغريبات هانا هي كندير لي سيقاغ ولا يعني الحلوة بشكل طولي بهات الشكل هادا تقدرو ترققوها تقدرو يعني تدلوها بالحجم اللي بغيتو هنا كذلك يمكن لكم انكم تخدموها بذلك القوالي بدي السيليكون اللي تكون فيهم دوكر الشيما تفاهم كلكم تخدمو بهم را كي اعطوكم واحد الحلولية عندها واحد ديكور جميلة جدا فانا كتافيز هنا فقط بهات الشكيلات هادا كنتستعمر هنا حتى كنكمل كل شي تقدرو كذلك تستعملو يعني كما كتليكم الشكيلات اللي بغيتو من بعد كنكنقوم بتدويب الشوكولاتة السوداء و ترك نخيزهم زيانا هنا غدي نصيب نسف لكميائه فالقريبه والشوكولاته السوداء والنصف بكمية ذيالها بالشوكولاته البيضاء كذلك الجلعه بالНسبة للخرين هي ندير نصف게 الكمية جدا بالشكولاته السوداء والنصف التي نستعملوا فهي ملكاو النوع المكاو اللي يكون يصم فيها الفيل tienen thôiها كي احسن واحده ديروا معها نقيطة ديال الزيت وخليوها تدوب في حمام مريم فقط كتحصلوا على واحد الشوكولاتة اللي كتكون لامعة بعد الشكل هادا من بعد ما كملت هنا دروري نديروا تحسمينها ورق زبدة او لاي ورق باش هكما كتل يعني ما كتلسقشن في البلاتو وما كتجلقش للميعنات بقات الميكان سايل وكتجمع لك الورق كاللوحو غادي ندخلها المجمد دبع غادي نكمل هاد النصف الاخر غادي ندخلها المجمد تقريبا واحد واحد ثلاثين ثانية ما كاملاش ضغياء ضغياء كي يجمدون فهي كتدخلهم ضغياء كي يجمدون كتخرجون من نفس البلاثة هنا غادي ندوز باش نحضر الشوكولاتة البيضاء او للحلوة ديال النصف اللي بقالي الاخر غادي نستعمل فيه الشوكولاتة البيضاء هنا ايام اللي كان كامل كما قلت لكم غادي نقوم بتزيين ديالهم عالي حسب الرغبة ديالكم وغادي نقوم بالتقديم ديالهم في الطبق ديال التقديم كما بريتو سواء بلاتو او اي حاجة ان شاء الله غادي نكمل وغادي ندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديال هاد الحلوة ديالنا هادي اشتركوا في القناة المحلوة كما كنت شوفون بعد ما كمنا قمت بتزيينها بهذا الشكل هذا يعني الحلوة ادرت لها يعني الشكل اللي فيها الشوكولاتة بيضة طويلة درت ليها الشوكولاتة بيضة من الجوانب وزيينتها بجوزلين خطوط سوداء خطوط سوداء خطوط بيضاء تقدروا تزينها في طبق التحضير نتمنى ان الدوازاتي اليوم يكون الاعجاب وتوجدوا ان شاء الله بصحة والراحة وعيد مبارك سعيد ان شاء الله يدخل عليكم بصحة والسلامة لا تنسوا السلام عليكم اشتركوا في القناة السلام عليكم شكرا